كنا عرضنا صور أخرى كثيرة لسواء عائلة زور فقار أو عائلات أخرى كثيرة لكن أنا حوريكم بعض هذه الصور من مقابر عائلة الدرامالي هذه المقابر زي ما أنتوا شايفين هذا الجمال حوش هنا بيتسع لتسعمية متر تقريباً اتبنى سنة 1868 يعني عمره حوالي 154 سنة من أبرز الأحواش ذات القيمة التاريخية والمعمارية الحوش ده في سبع مدافن رئيسية بالإضافة لمدافن الفرعية مين موجود في حوش الدرامالي ده؟ الأمير محمد فاضل حاكم للصعيد على مدى 20 سنة في عصر الخديوي اسماعيل الأمير محمد فاضل كان عنده أملاك كثيرة جداً على مستوى مصر كلها أيضاً في سيزة مصطفى اسماعيل صديق المفتش حفيدة اسماعيل صديق باشا المفتش عبداللطيف باشا الدرامالي وزي ما أنتوا شايفين هذه المشاهد الرائعة من معمار رائع في هذه الأحواش إحنا لما بنزور الأهرامات أو لقصر حتى ولما في الحقيقة إحنا بنزور مقابر لأنه المصري القديم في كل عصوره في كل عصوره المصري القديم من وقت الفرعنة للأوقات المتتالية في تاريخنا اهتم جداً بفكرة المقبرة واهتم جداً بالحياة ما بعد الممات ترجمة نانسي قنقر